موسيقى موسيقى تشهد كلية الهندسة اكتتاح مبنق عمادة كلية الهندسة اللي اضررت من الأعمال الإرهابية واللي كان المشروع عبارة عن إعادة هيكلة هذا المبنق من ناحية أنه تعرض إلى أضرار وصار التأفيذ من قبل شركة النيل المقاولات عبر فعاليات الـ UNDP المشرفة على إعادة تأهيل المبنى وترميمه هذا سيؤدي من 7000 أجل لذلك يجب أن يتعامل ونحن ناحية عمادة كلية الهندسة في جامعة الموصل هذه الكلية اللي تحوي أكثر من 7000 طالب على أستاذ عندنا ما يقارب خمسين مشروع تابع لـ UNDP داخل جامعة الموصل منها إعادة إنشاء أبناء ومنها تجهيز معدات ومنها تأثيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر